السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو دي من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير في الفيديو بتاع نهاردة بازن الله علمك ازاي تفعل مجموعة من المزايا المخفية على جهاز التليفون بتاعك بحيس ان انت تحمي جهاز التليفون بتاعك من السرقة حتى لو السرقة تقدر ترجعها اول خطوة نعملها ان احنا نفتح اللي هو الاعدادات بتاع جهاز التليفون بتاعك او بتاع حضرتك وبعد كده تنزل عند حاجة اسمها كلمة المرور وبعد كده تنزل عند حاجة اسمها امان النظام وبعد ما تنزل عند امان النظام بتعمل حاجة اسمها طلب كلمة المرور لايقاف التشغيل تمام كده هتفعل المضاد ده هتدخل كلمة المرور بتاع الجهاز بتاعك كده دي اول خطوة عملتها الخطوة دي بتعمل ايه الخطوة دي بتمنع الشخص اللي سرق التليفون بتاعك ان هو يقدر يقفله. مش هيقدر يقفل الهاتف بتاعك نهائي. الا لما يدخل كلمة المرور. يعني هيبقى فيه استحالة انه يقفل التليفون بتاعك. يبقى انا كده خليته مادرش يقفل التليفون. طيب الخطوة التانية اللي احنا هنعملها عشان نقدر بقى نرجع جهاز التليفون حتى لو كانت سرق. ان انت هتروح على تطبيق اسمه في فيند ديفوز. او اللي هو العصور على الجهازي. لو كان التطبيق ده مش موجود على تليفونك حضرتك هتنزله وتثبته واتدخل الايميل الشخصي بتاعك الحساب بتاعك على تليفون بتاعك. زي ما حارك شايف كده. انا كده مسجل بيانات الدخول على الهاتف بتاعي. طيب. بعد ما حضرتك هتثبت التطبيق ده واتدخل الايميل بتاعك والباسورد. كده هنقدر نحدد مكان التليفون ونخلي التليفون ممكن كمان يعمل صوت في حالة السرقة. كمان هتحدد مكان الهاتف بتاعك. طيب هتحدد المكان ازاي? لازم تبقى في خطوة كمان مفعالها. ان انت تشغل اللي هو تحديد المواقع. يعني خدمة تحديد المواقع على تليفونك تكون مشغلها. وفي نفس الوقت يكون التليفون بتاعك عليه اتصال آآ بيانات الهاتف. مش الواي فاي. لان في حالة الواي فاي هيبقى حسب المكان الموجود فيه. لو بيانات الهاتف مفعالة هنقدر نحدد مكان التليفون حتى لو كان التليفون موجود في مكان بعيد. هو دلوقتي اللي سرق التليفون ما يقدرش يقفله. فانت تقدر تتابع التليفون بتاعك. طب هنعمل ايه? نجي للخطوة اللي بعد كده. هندخل على اللي هو المتصفح من اي جهاز اخر غير التليفون بتاع حضرتك. يعني من اي متصفح بتاعك. احنا هنفترض دلوقتي ان التليفون بتاع حضرتك تسرق وانت مش عارف تلاقيه. هندخل على حاجة اسمها العصور على اه جهاز اندرويد مفقود. ونبدأ ننزل تحت. لحديث ما ننزل عند حاجة اسمها انتقل اللي هو اندرويد كوم فايند. يعني انا هدور على الجهاز بتاعي المسروق. تقف عليها وتعمل حاجة اسمها فتح في علامة تويب اخر. تمام كده? كل ده انت بتعمله من تليفون غير تليفونك. تمام? لان احنا مفترضين ان التليفون بتاعك تسرق. هو دلوقتي اللي خد الجهاز سرقه لكن مش قادر يقفله. فانا هقدر احدد مكانه من طالب بساطة. زي ما حضرتك شايف كده? التليفون بتاعي ظهر من مكان تاني. انا دلوقتي ممكن اشغل اكبر التليفون بتاعي ان يصدر صوت. بحيس ان انا اقدر عرف مكانه. بصوا حضرتك هضغط على تشغيل الصوت. زي ما حضرتك شفت كده انا خليت التليفون بتاعي يصدر صوت. يبقى انا لو التليفون بتاعي مفجود. هقدر اتعرف على مكانه من خلال الصوت. طيب الحاجة التانية بقى ان انا هقدر احدد مكانه على الخريطة. يعني حدد الشخص اللي سرقه ده هو التليفون بتاعي دي واصبح موجود فين? شوف زي ما حضرتك شايف كده حدد لي مكان التليفون بالشارع. باسم المنطقة. طيب. في خطوة كمان اخيرة لو حضرتك بقى فقدت الامل خالص ان انت تقدر ترجع تليفونك. ممكن لو ضغطت على اللي هو محو محو البيانات. هتبدأ تمحوا كل البيانات بتاع الهاتف بتاعك. كل اللي هي يطلبه منك ان انت تدخل اللي هي اه الايميل اللي انت تدخله على التليفون وتدخل كلمة المرور وتضغط على متابعة لو انت حابب ان انت تمسح كل البيانات المهمة اللي كانت موجودة على حسابك خوفا من ان الشخص اللي سرق ده يستغل لها ضد حضرتك. طبعا زي ما حضرتك شفت كده انا وريت لحضرتك مجموعة من الخطوات والمميزات اللي تقدر بها تأمن الجهاز بتاعك حتى لو تسرق منك تقدر تحدد مكانه بمنطهى البساطة. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد. ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.